اشتركوا في القناة والنظر إلى وجه معبود العباد وصلى وسلم على خير مناد لهذه السعادات النادى سيدنا محمد الذي يسعد من لبى دعوته ويبور من خالفه عنادى وعلى آله وصحبه الموضحين للطريق لمن جاء بعده من أهل التوفيق أما بعد فيا عباد الله أجيبوا داعي الله النصيحة بتوبة إلى الله توبة نصوحة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إن الله يهب التوابين ويهب المتطهرين واصبروا على إقامة فرائده التي فرضها عليكم دعاكم بها إلى حضرته ليكرمكم واحذروا من تضييعها فإن في تضييعها تعرضا لهلاك مضيعها فمن قام بها على سنة رسوله الكريم أجاره من عذاب نار الجحيم وأحل له رضوانه في جنة النعيم ويقول أيضا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أهدا وورد في الحديث القرسي عنه تعالى وهو الحميد الولي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زواري فيها عمارها فطوبى لمن تطحر في بيته وزارني في بيته وحق على المنزور أن يكرم زائرة رواه أبو نعيم عن أبي صعيد الخدري وفي الصحيحين من بنى لله مسجدا بنى الله له كحيئته في الجنة وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة وفقنا الله وإياكم لطاعته وأتمى تقصيرنا بعفوه وحلمه وبقبول حسن تقبل منا ومنكم بفضله وجوده وكرمه يغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين آمين الله أكبر أشد أن لا إله إلا الله أشد أن الله نظر رسم الله صلى الله عليه وعليه سيادة رضي على الفرائي قبح ورشعات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الضيء إياك نعبد وإياك نستعي إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي يسبه لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيلميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين أملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الهمير يحمل أسفارا بيس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجوعة فاسعى إلى ذكر الله وذل البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلهون وإذا رأوا تجارة نوله ونفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي هل تاك حديث العاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حانية تسقى من عين نانية ليس لهم طعام الله من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى لبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطيحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة